بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله وأكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله وأكبر ولا الحمد كل سنة وحالكوا طيبين كل سنة وإحنا كلنا مبسوطين كل سنة وإحنا كلنا بصحة وسعادة كل سنة يا رب وكل واحد يتمنى حاجة يعملها في خلال السنة الجاية كل سنة وحالكوا طيبين مناسبة عيد الفطر المبارك ويا رب يا رب كل ييجي علينا أيام بخير وسعادة وهناء يا رب خليني الأول اقول لكم انا بالنيابة عنكم او بالنيابة عن نفسي وبنيابة عن ضيفي بحب اشكر قناة الصحة والجمال وإدارة قناة الصحة والجمال ووكالة جوميديا ان هما دوني الفرصة ان انا ادى اول يوم للعيد معاكم ونتمنى ان احنا ان شاء الله تعالى في الاخر نطلع بعنوان الفقرة وهو العيد فرح عشان كده لما جيت اخترت ضيفي النهاردة اخترت ضيفي اللي هما ازاي ممكن يخلونا او يضفونا حاجة بخصوص الفرح عشان كده يسعدني ويسعدكم ان انا يكون ضيفي وضفكم دكتور مجدي رميلة مجدي كامر رميلة صح كده ابل واوة ابل واوة خبير التنمية البشرية ومعنا الدكتور هاني فرق خبير الدواء دكتور هاني ازاي كل صالحة عايزين النهاردة ناخد الحلقة نمشيها كده سنة سنة يعني خلينا الاول نسمع ذكراتك وعن العيد دكتور مجدي ذكرتك ايه عن العيد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا العيد يعني عايز اقول حياتك ايه على مراحل كتير اوي في حياتنا اتطور معنا من وانا ظهير قوي العيد الصور ده بالذات طبعا يجي في مخيلتي على طول لما كده بنقعد نعمل الكحك ونصهر للفجر ونقش الكحك بالمنقاش بتاع زمان وماكنة البسكوت اللي كنا بنطلع بياه اشكال كتير قوي مرة نجمة مرة حاجة مستطيلة مرة حاجة رفجعة ونشيل الصجاط ونروح الفرن بالليل لهاية الفجر ونفضل بقى زعي ونقول الصجاط نعلمها بالتبشير والارقام حاجات حقيقة كانت رأيها ده بنسبل ده مقدمة العيد ده هي الاسبوع الأخير من رمضان كنا بنعمل كده بالظبط نيجي في العيد بقى نفسه يعني احنا عملنا كده كل ده قبل العيد نيجي بقى في العيد نفسه أول حاجة ما كنا بنصلي العيد بنمشي من شارع ونيجي من شارع تاني ده بنصنم طول كده بالظبط كده طول ما احنا ماشيين بقى عملنا يسلم على بعض اللي نعرفه اللي ما نعرفوش تحس جو جميل وجو رائع وجو مليان حب لان كل الناس بتطلع كل اللي عندها لان احنا خارجين من رمضان كلنا طاقتنا إيجابية محدش عنده جوه في نفسه اي حاجة مضيئة بالعكس احنا كلنا طاقتنا جميلة جدا بشوشين جدا العيد فرحة فينا وحنا عندنا فرحتين في السنة كلها العيد الفطر وعيد الأطحى فبنستقبلهم بعد جهد ومشاكل في رمضان جميل جدا تخرج بقى منتهى الطاقة الإيجابية منتهى الانفتاح على الحياة منتهى الاشراك منتهى الحب لكل الناس لكل الكون فبالتالي اي حاجة بتقبله انت بتقبله منتهى الحب العيد هو الحب كنت الحاجة بتعمل لي بقى في أيام العيد والله دائما وابد انا مكنش بخرج في أيام العيد انا محبش الزحمة قوي أحبش المناسبات دي لنه دائما فيها عدم استمتاع الامور بتبقى مطلخبطة قوي فأنا محبش أيام العيد من أخرج فمعظم أيام العيد كنت برضيها في جزيرة القطن سرير هاوس عارف حد عارف جزيرة القطن دي فين سرير هاوس دي اللي هو في البيت يعني إنه هو السرير يعني بس هو السرير العظيم المختلفة الناس كلها في جزيرة القطن مش في المزاجة بس ضبط كده ده بيكن تقضيه في جزيرة القطن على اعتبار أن أنا أصلا من الليل فبنام لكن ما بنامش ورده هو هم ساعتين ثلاثة في اليوم وشكرا يعني على كده تمام فدي كانت أحلى أيام نحن قضيها حنقوا بقى نرتاح في البيت وابنرتاحش برضو بنفضل زي ما احنا بس هو الحقيقة طعم العيد هو اللي كان بنحسه دائما نكون نروح لعمامنا أو عمامنا يا جنة وطبعا جميل جدا وقتها ناخد العدية والعدية ما كانش زي دلوقتي كمان كان ممكن تاخد العدية دي عشرة ساغ خمسة ساغ الناس كده ما تعرفش الرقم ده على فكرة شلن يعني ناس متنين ما تعرفوش دلوقتي لكن ممتع ممتع جدا أنت تاخد عشرة ساغ جميع أنت واخواتك كلكو تود تسموه على بعض حياة يعني ياريتها تقود بس الأيام دي كانت أيام كلها سعادة شوف حركة برغم من الأيام دي كانت بسيطة بس كان فيها سعادة طبعا لا وكمان صورة الرحم كانت موجودة فيها بشكل غير عادي يعني كنا دائما احنا كان عمامي كان اكتار يعني في الحالي سبعة أو تمانية فانتعرف ايه كلنا كنا من نتقابل وولادي عمام اكتار قوي مرضه كلنا اكتار يعني كل عم من دول عنده خمسة ستة كان واحد بس كان عنده واحد الناب اللي بقى كله كان عنده خمسة ستة اثنين فكننا كتير كنا أولاد عمام كتير يعني وكلنا في سنة متقارب وكلنا كنا دائما عندنا طموحات متفاوت آه بس كلنا طموحين جدا مركبتش عجل في العيد؟ كنت مركب عجل طبعا سوي العيد دائما المقتنم بأكون العجل كنت باستمتع بالعجل مهوش حب المتسكل كنت أحب العجل جدا وكان عندنا في الحلمية محل كده دائما بنؤجر منه محلين يعني أول ننبتوا عجل تفتكر ساتة اسمامه جلالة والتاني كان اسمه فاتحي تقريبا حاجة كده يعني فاتح بتاع العجل اه اه في الحلمية الجديدة اصلا هو بتاع العجل كلهم بس مفاتحي اه فكلنا بنؤجر العجل ده في العيد ونبدأ بقى رحين جايين طبعا احنا من حلمية لغاية مثلا التحرير مسافة مش بعيدة فكننا أخبر العجل ونروح لغاية التحرير ونخش من تحت النافق ونطلع تاني كده بنعمل أكروبات ونطفوا العجل ونطفوا من الحياة اعمل أكروبات يعني كنت شائل حاجة فلاق العيد لا قويسة انت انت بنزمالك جزيك في العطني ممتازة جدا نعم شوف بقى الدكتور هاني كده انا شايفني جزيك في العطني بنزمالك حاجة كويسة اه طبعا انا مش هيبك جزيك في العطني انا مش عارف انا عندي احساس ان الدكتور هاني بطبيعته هاني معرفش احساسي ده صح ولا غلط خليني نشوفه الدكتور هاني الدكتور هاني بالاعياد ايه وذكراته دكتور هاني مسلاة طيب دكتور مسلاة طيب دكتور مكدي والشعب مصر كله والقمرة الإسلامية بخير وشاء الله ربنا سبحانه وتعال بقول لا احنا شكل العيد السناني مختلف انا متعودناش على الهدودة ممكن أنا قلت الحقيقة أنا تعودت على الهدودة نوعا ما كنت خرج مصري يعني ففي بعض الدول ما بيبقاش فيه البهجة بتاع العيد بتاع مصر العيد عندنا هنا مختلف يعني الهدودة ما حصلش غير لما الواحد دبتلا يشوفه بره يعني كان دايما العيد الصغيرة بطرق علاء مرتبط معنا شخصيا بالمفاجأة يعني العيد الكبير يبدو ما إحنا عارفين قبلها بتسعة أيام مع العيد خلاص عارفين هو في تعرفة إنت ويوم العيد أمتى يوم العيد القطح إنما العيد الفترة تحديدا بنبقى بعد صلاة المغرب بنبقى منتظرين الإعلام بتاع الإفتاء هل يطرق بكرة عيد ولا صيام وأنت كنت عزب ببكرة عيد ولا يطرق صيام ولا حركة لحاجة ودائما الإحساس بيبقى عندنا شخصين بيقول إحساس متضرب شوية ببقى نفسي رمضان يخلص بسرعة عشان يقولوا الحمد لله أدى الأمانة اللي عليه في رمضان وفي نفس الوقت مش عايزه يخلص تمام من حلاوة وجمال الشهر فالإحساسين بيبقوا في التويد طبعا زي من كور مجد فاضل وقلبي بقى طبعا كلنا من مصر من أحياء عريقة وأحياء شعبية أنا تحديدا من شبهة فكان عندنا مرتبط العيد بالمساجد الكبيرة المهمة زي منظر الإسلام لا ده أساسي طبعا ولكن إحنا كان مرتبط معنا العيد بالمساجد لأن كان رمضان زي نقول العيد هو يوم الجائزة فكان رمضان غالبا أنت بتقضيه في المسجد يعني طبعا في الفترات كتير راحت لما بدأ يتعلم الصيام كان في الصيف فأجلس الصيف ما فيش حاجة تاني بتروح للمسجد وبالليل بقى التراويح طبعا كان مصر كانت مميزة طبعا تلفزيون لمصر والفوزير والحاجات الجميلة دي ولكن لوقتي خلاص يعني مباشر راحت بيتابع بس هو في الحقيقة كان أجمل ما في الموضوع لاستعداد لصلاة العيد يعني كنا بنوح بدري المسجد نصلي الفجر قبل العيد وكان مجموعة بقى الشباب إحنا كنا نبص للشباب الأكبر مننا شوية كانوا الليدرز أو القادر بتوعنا يعني فكانوا بيواجهونا بقى إزاي نظبط الحصرة بتاعة الصلاة وطبعا فاكاية الصلاة العيد كان بتبقى في الهواء الطالق فطبعا إحنا كان بيبقى علينا الدور الأكبر بقى أن انت تنظم والناس تخش وتفضي الصف الأول ده الكبر السن فاكاية أجواء جميلة ونتمنى إن شاء الله أنها يتعود يعني والموضوع الكورونا دا يختفي إن شاء الله تسمحوا لو حد يستعني السؤالة بذكراتة يا أنا معلومة آه ممكن سألها بكل سألك السؤالات آه ذكراتك يا أستاذ علاء دكتور علاء في العيد بص بقى إحنا كان أنا من عين شمس يعني أنا حد من الحلمية شوبرة عين شمس يعني متكلم عن ثلاثة مناطق الشعبية خالبا لكن المناطق الشعبية كلها هتلاقي يمكن التقوص متشابه طبعا ساحنا كلمان من بقى حاجة غريبة عندنا في الشارع كان الجنان كلهم يتجمعوا يعملوا الكحكة والبسكويت مع بعض خلي بقى يعني مثلا يشتلوا بالشوال أو الشوالين دي ويعودوا يعملوا الكحكة والبسكويت مع بعض تمام؟ وكنت أنا لازم أنا طبعا أنا طول في الشارع بلعب لازم أجي أعمل إيه كحكة والبسكويت معه تمام؟ ده دايما كان بيبقى يوم خمسة وعشرين ستة وعشرين ربا وكانت مامة الله يا رحمة دايما تيجي ليلك العيد وتعمل اللي هو الوريبة والبتفور وما تفهمش ليه برضو يعني هو لازم يتعمل ليلك العيد هو بالتأكيد ليه هدف بس أنا مش عارب طبعا طبعا فأخذلك وكانت تبقى كمياته ولا هي لا طبعا نوع من الصجات شي بقى فرش ده ما بيمتعش ان هو يطخ معرفش والله يعني وبعيد كنا ناخد الصجات ونطلع بيها على الفور تمام؟ طيب احنا بقى بنلعب في الشارع احنا لازم اي صال يعد علينا لازم ناخد منه يعني وهو راجعك يوحد نلعب بقى نروح مع الدين وكانت الناس بتبقى مبسوطة خباكت تتاخد من ناس انت مش عارفة اه بالضبط يعني انت بتاخد كحكة او بسكويتة من حد هي الناس انت مش عارفة الناس فرحارة بس الناس فرحارة ومبسوطة بص كانت وبرغم ان الحياة زمان كانت بسيطة ولكن بتمتاز بالصفاء والنقاء ما كانش فيه تكلفة الغور ماشى والحياة بسيطة او بسهلة مكانتش فيه الحاجات الجهزة لا لا هو كانت لازم الكحكة والمسكويتة بمناسبة انك تعمله انك تعمله وتطلع بالصاج على الفرن وتستنى بقى ايه بقى ممكن يعودوا لحد الفجر بالصاجات عشان تتسوي صحيح صحيح وتلاقي ايه كل صاج برقمه ونمرت دخل علينا العيد انا هقولك على حاجة احتمال تكون مفجحة انا وفي اخر يوم في رمضان اكاد اكون ببكي ببكي خاصة ساعة الفطار فقط اول يوم ببكي 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 بما تحمله كلمة معنا لان انا رمضان بالنسبة لي وانا صغير خلت اتكلم عام 5 سنين ورمضان بالنسبة لي لا كان ذكراته معي ما كنتش حب رمضان يمشي واول يوم اللي عيد ساعة المغربية اللي هو الوقت ده انا كان ده يعني مش عايز اقولك كان بيبقى صعب عليها جدا الله ده احنا قبلها بيوم كنا عديد بنفطر مع بعض والشيخ صيد النقشبان دي دلوقتي ايه ده وبعدين نخلي بالك بقى انا مختلف مع الدكتور هاني في حاجة انا فاكر زماني ممكن ان انت مسافر السعودية لا كان انا فاكر اول يوم العيد ساعة المغربية لا لشاركة بتلفاضية انا كنت يعني احب ليفت قوي في الوقت ده شاركة بتلفاضية الناس بقى خلي بالك وسبحان الله تلاقي ليلة العيد وطول رمضان الناس لحد الساعة 2-3-4-5 الفجر النص من اول يوم العيد تحس النور كله ضلم خلي بالك النور كله ضلم فعايز اقول ان السنة دي خلي بالك يعني فكرتني بأيام زمان رجعنا تاني لأيام زماني اقول لحالتك حاجة السنة دي رغم عكس كل الناس ما هي متوقعة انا شاف ان العيد ده اجمل عيد عد علي خلي بالك هيبقى ذكرى ان شاء الله يبقى ذكرى ويبقى ذكرى انا شوف انا بقولك ايه العيد ده اجمل عيد عد علي هو ممكن حاجة تشتبه احنا فعين انا طبعا رغم كل المظاهر اللي تقول عكس كده لكن فعلا انا بقول رمضان السنة دي الحقيقة كان رائع جدا والعيد كان اروع كمان البداية بتاعت رمضان غير النهاية خالص يعني ممكن بدأنا في رمضان شوية الناس متململة مراحوش المزاجد مراحوش ممزلوش الفجر مبيصالوش تروح جماعة غير في البيوت كل ده اما عدنا شوية في البيوت احنا كنا محتاجين ده على فجر كنا محتاجين ده فعلا نعمل واقفة كده كل ناس تستعيد نفسها تاني على اخر يومين ثلاثة صلاة المغرب على اخر يومين ثلاثة شافت عشان رمضان فضل على اخر يومين ثلاثة انا انتفاجئت ان الدنيا كلها زغيرة الدنيا كلها نورت كأن ربنا بيكافئنا كلنا جماعة اسعدوا من جواك ومش اسعدوا بالمظاهر اسعدوا من جوا افراحوا من جوا هو ده النتيجة يعني وانا شاف في حقيقة برضو الغد دلوقتي العيد ده رائع الغد الغد نهاردة هو اول يوم النهاردة بس انتفى رائع جدا ومبهد جدا في كل حاجة رغم انه ما فيش حد في الشوارع لكن انا شاف ان الناس حتى احساسها من جواه احلى كتير كل ما جديد في حاجة السنة دي حصلت يعني ممكن دي كانت نعمة من ربنا يعني وبصنا على الالفة داخل البيوت طرابة الاسر زياد بالمناسبة اهو يعني الاهل في البيت الواحد كانوا احيانا ما بيتقابلوش غير على مهيدة الصحور او الفطار من طال الموضوع على كده في رمضان لأ النهاردة الناس قاعدت مع بعض فترة اطول ابتدوا يقربوا مع بعض بشكل كبير وان كان نوعا ما السوشال ميديا خدت الناس من بعض شوية ولكن معدلات طبعا الخروج قلت جدا بيتمحدودة معادمة في بعض الاوقات وبالتالي الناس بيتقريبة جدا ببعض ابتدت تعرف على بعض بشكل احسن ودي انا شايف هنعمل كبيرا انا شايف ان اللي حصلوا برضو اه يعني اه اربناس كتيرا جدا من بعض السلطة الرحم التواصل يمكن من ضمن الحاجات اللي انا شبتها خلال شهر رمضان كان فيه احد الفيديوهات معمول في دولة اوروبية فبيكلم على الفوائد بتاع بيروس كورونا خلينا نتكلم نقف عند فوائد بيروس كورونا وتكمل اللي معانا مندخلة مهمة جدا 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 وهي برضا تخص بيروس كورونا دكتور سيد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله معانا الاستاذ دكتور سيد عبدالطار المليجي نقيب العلمي في جمهورات مصر العربية دكتور سيد واخ اكبر ليا والد وانا سعيد جدا مندخلة حضرتك واحنا عنوان الحلقة بتاعتي من نهاردة العيد فرحة فعايزين ناخد من حركة الفرحة من وجهة نظر حضرتك ايه في البحث العلمي في مصر خاصة في ظل الظروف الرهينة اللي بتمر بها البلاد الحمد لله اولا نشكركم على الاتصال ويسعدني ان اكون معكم في قناة الصحة والجمال لا دا شارف لنا فانا وخاصة مع البرنامج بتاع حضرتك صحيتك ثروتك الذي تأكد للكافة الان هذا العنوان الان وكيش ان الصحة هذه يعني من المقدسات التي يجب ان نحفظ على حمايتها والعمل من قد ذلك فيما يتعلق بالفيروس كورونا الحقيقة اظهر عدة ايجابيات في مجتمعنا وفي ايضا طريقة المعالجة للموضوع البشرة الاولى ان احنا عرفنا بالدليل القاطع قيمة وجود الدولة نفسها ان يكون فيه شعب وقانون ورئيس وامكانيات دولة تتحرك في مواجهة نزيل الكوارث كمان الدولة قامت بدور كبير جدا في انذار المواطنين بالموضوع وفي وضع الخطوط العريضة للمواجهة وتكاليف كل فرد فينا يعني كان في اقل من 24 ساعة شوفنا ما ظاهر كثيرة جدا وعراضيات ضخمة نزلة رش والطقر واجتماعات على اعلى مستوى فاحنا الان يجب ان احنا نتعلم انه نحافظ على هذا الكيان الذي يسمى في الدولة القانونية لانه فيه عنصر وقاية كبيرة برضو ده معنى برد بقوة الان تمام الحاجة فينا فيما يتعلق بالبحث العلمي انا طبعا بصفة نقيب المهن العلمية يعني ادرك من زمان واتكلم ان احنا لدينا دنيا اتاسية في مجال البحث العلمي اتسهل مرحوم جمال عبد الناصر واستمرت بعده في شكل الجامعات والمراكز البحثية وعندنا تقريبا في حدود المية وخمسين يعني مؤسسة بحثية تمام تشمل الجامعات والقليات والمراكز البحثية تمام وفيها ما يقرب من نصف مليون من العاملين في مجال البحث العلم فالدنيا الاتاسية عندنا صوية تمام وكان في بعض النواقص التي يجب ان تستثنوا تمام تبين ان العلماء ورثت الانبياء بالفعل ليس فقط في نقل العلم ولكن فيه الرحمة بالمواصنين من حيث الوقوف الى الجوارين في وقت الكوانب فالناس عملت مع موضوع علمي دقيق لأول مرة واستشعرت باهمية العلم واهمية البحث العلمي واهمية وجود العلماء بالفعل اللي يقوم بضرهم في ان يضعوا في ايادي المواطنين ما يدفعون بها على انفسهم تمام مصر والحمد لله الفترة الماضية كانت مشرفة جدا من حيث القدرة على فهم المشكلة والتوجه الى مراكز البحثية المتخصصة المتخصصة بها ونحن كنقاب 8% يسعدنا كثيرا ويشرفنا انه كان لنا دور في هذا في تثبيت الضو على ان في علماء للفيروسات الموجودين في مصر وفي مراكز بحثية في الفيروسات موجودة في مصر وحددنا احد هذه المراكز تحديدا هو مركز بحثية الفيروسات المتطور جدا الموجود ضمن وحدات المركز القوم من البحثية تمام وأربح هذا هو الموقع الذي يجب ان تصب فيه المساعدات العلمية والمعلومات المتوفرة وننتظر منه النتائج تمام كانت نظراتنا صحيحة وهذا المركز انجز عمل بحثي مقدر تمام وقوي على المجالين مجال اختيار الدواء المناسب للمرضى تمام وسيوك الطريق الصحيح لانتاج فاكسين او لقاح يمكن ان ينتج لتخطية جميع الذين لم يمرضوا حتى يكونوا مستعدين لمواجهة الفيروس عندما يصل الى أجسامين بالأجسام المضادسة يعني تقول سيد افهم الكلام حقيقي ان مصر يواخد خطوات جدة واسعة في هذا النطاق وفي هذا الموضوع واصبح لها رقم دولي يعني هي الدولة تقريبا الربعة او الخمسة اللي يعني لها دول تمام الواجهة مع فيروس كورونا من ناحية وفرة البحث العلمية التي تمت في هذه المرحلة والتي تدفت على المئة البحث تقريبا في اكثر من موقع لكن يظل مركز بخلص الفيروسات الموجود في مركز القومي للحوز هو الزراع الأساسي للدولة في هذه المواجهة مع طبعا وزارة الصحة ووزارة البحث العلمية هاي هاي دي كلها اعتقد اخبار مبشرة واتطمن السادة للمشاهدين ان احنا ماشيين في الريتراك او في الطريق الصحيح ان شاء الله تعالى وان شاء الله وحنا وضعنا عنوان جاية ان مصر تستطيع ان تمتلك دواءا وتمتلك لقاحا او ضغطينا وانها لن تكون في حاجة للاستراد من اي جيد ان شاء الله دكتور سيد كله صانحيك طيب واشكرك على هذه الدخلة اللي بالنسبة يسعيدنا احنا نبتدي بها فعلا العيد فرحة ودي كان اكبر فرحة حيك تقولها انا دكتور سيد الله يأتنين افا كل السنة انتم طيبين جميعا كل عام وانتم بخير والبرنامب بخير كله صانحي طيب فاني فضل فاني شكرا مع السلام ولكن بكرة حاني نرجع تاني انا بس حك الصيبارة تكونوا راح ترابط معدك فرسيد انا دكتور سيد يعني من القامات العلمية الكبيرة في مصر وانا تشرفت بمقابلته في برنامج مع حضرتك انا يا فنم ودي اخبار جيدة جدا واخبار مكتازة لأ وبعدين متحمس جدا للصناعات الوطنية جميل يعني يعني هو مقتنع تماما ان احنا سهل قوي با عندنا اكتفاء ذاتي مش محتاجين لحد هو بمجهود وبإخلاص وباستكمال النواقص زي ما دكتور سيد يعني فعلا الامور هتبقى تكون شكل مختلف ان شاء الله نرجح تاني بقى انت كنت تتقول الإجابات بارس كرس هكذا؟ لا من ضمنها تقارب الناس من بعضنا فدي من ضمن الحاجات اللي خلت الأسرة تتواصل والسؤال على الوالدين لان طبعا ده كان من ضمن الحاجات اللي كانت من باحثة الفترة اللي فاتت ان غياب التواصل المستمر ده أثر سلبي على الكبار السنب للعكس ناس فرح بالوقتي لان اولادهم بقى عندهم وقت ان هم يتواصلوا معهم بشكل جدير يعني فدي من ضمن الإجابيات الجيدة جدا اللي احنا الحمد لله يعني ربا ضرت النفاع يعني احنا نبص للموضوع الفيروس على انه مشكلة وقد يسبب الوفاية وقد يسبب المرض ولكن في بطن المشكلة او في بطن الفيروس في رحمة من ربنا سبحانه وتعالى وهي التقارب الاجتماعية خبير تلمية البشرية الدكتور مجدي احنا عنوان الحالة بتاعتنا لعيهة فرحة عايزين بقى نبتدي كده نخش في احنا جوية درسة مجناش نخداش في عنوان الموضوع عايزين بقى اولا نعرف يعني ايه فرحة ويعني ايه سعادة وناخد رشدة من حضرتك ازاي نبقى مبسوطين من السعادة الفرحة والسعادة بينك وسين كده هم التفاول كمام كويس هاي التفاول يعني ايه؟ يعني ان انا اشوف الشيء الايجابي او الجانب الايجابي في اي شيء قدامي في اي موضوع قدامي في اي حدث قدامي كمام مفيش حدث كله سيء ومفيش حدث كله ايجابي يعني لو خدنا فاروس كورونا بس انا احبت عن القصة اللي بيكلم في هده كده وكلمة انا بعد منزوى تاني وخلص كلنا فاكرين الفيلم بتاع اسماعيل ياسين في القسطول كمام احنا بقى بنفرح وفي العيد ومش حدث حدث يكاشر ده ظهرت طول عولة بين صح كده؟ ايوه مش حدث يكاشر فيه فيه لقطة جميلة جدة في الفيلم كله زينات صدقي كان ركبها عفريت طول الفيلم ايوه عمالة تعمل الزرات وكلام من ده عبدالوارس عاصر في اخر الفيلم رح مديها بالقلم مرحب رح مديها بالقلم مرحب رح مديها بالقلم مرحب مش عاربي يعني ايه يعني اصدح هيك ايه مش فيها ربنا ادى العلم كله ألم عشان يطلع العفريت اللي موجودة احنا بقى مش هنتكلم في التفاصيل من عمل الفيروس ومن ما عمل لا لا هنتكلم في النتيجة دلوقت النتيجة دلوقت ان ربنا ادى العلم كله ألم قبل القصة العفريت كتراجب العلم ازاي؟ دولة تروح لدولة تاخد منها 500 مليار دولار دولة تحتل دولة وتقتل الناس اللي فيها وتاخد خياراتها وهدي عفريت راجب الناس الحكومات والشعوب احنا كل واحد مننا راجبه عفريت في نفسه عمل عنده طموحات جمدة جدا ما فيش إمكانات يقدر يعملها بيعمل حاجات وحاجات تانية وكلنا مع بعض مش حلوين طب قلم بقى كده عشان نفوق كلنا نهدأ ولازم نستقرش وها في البيوت نعيد تفكير تاني انا شايف ان الناس كلها خرجة من الموضوع ده ان شاء الله بشكل افضل كل واحد بلتب افكاره تاني حتى اللي هيرجع وحش زي ما كان هو حر هيرجع اوحش من الاول مش مشكلة لكن اعتقد معظم الناس هتطلع بشكل ايجابي في هذا الموضوع يعني انا نقول ان فارة كورونا هي بداة لحياة جديدة داخل البيت داخل المجال الاسري بداية جديدة بداية جديدة للعالم كله مش بس الاسر هلانا نتكلم عن وصول الاسر بقى كده هتبقى لعكس هنتكلم عن وصول الفرد الاول انا كشخص الواحدي بعيد تفكير تاني في كل حياتي اللي فاتل انا كنت بقى عمل ايه وراع فين وفي نفسها الاسرة ككل كتراحة فين وجاية منين تمام وبعد كده العيلة بقى مش الاسرة العيلة المدينة الحي القارية المدينة الدولة هتلاقي احنا الحمد لله رب العامين اول مرة من مدة طويلة جدا تحس ان الحكومة المصرية عندها منهج واضح وصريح ومحدد في معاجة مشكلة او في معاجة ازمة تمام اول مرة من زمان والحقيقة اللي عملته الحكومة المصرية في موضوع كورونا يدرس حقيقي يدرس موضوع يدرس تماما يعني تمام مش انحياس بقى والناس بالطب اللي عايز يقول طب بالطب انت حرق دي مش فارقة معي لكن فعلا اللي تعامل في الفترة بس انا بالنسبة لي لعملته الحكومة المصرية ما كانتش مفاجأة بالنسبة لي لا 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 طبعا هو مش ليه انا مصري فيها كوادر غير عادية شوف هولا حياتك حاجة انت دايما هتعرف انت لما من الخاط دايما في الازمة بنتطلع احسن مدينة انت هتلاقي دايما المصريين امتا فايز الازمة اللي ممكن لحد تخير انها تتحل انت المصريين تلعب ازاي؟ هي دي الجنات اللي عندنا بنبهر العالم احنا شعب احنا شعب مانوش كتلوك فعلا لا لا مانوش كتلوك بالمناسب برضو من ضمن الحاجات عشان برضو موضوع الفرحة والعيد والكده انا كنت زمان ده من ايه اعمل مع اصحابي فاكين الساحة بتاع الزمان لما كان بيجينا في المدارس يجيب البرنيتا بتاع ديه ويحط المنديل ويطلح حمامك انا كنت تعمل بها الحاجات اللي ممكن تخطر على بال المقاطس كان عندي المقدرة دي دايما مش شعب ساحر يا ايه اه اه ممكن تقولكوا حاجة من دي دلوقتي حالا هتعمل انها ساحر يا ايه حاجة متخطرش على بال حد ومستحيل حد يفكر فيها انها تحصل كده بتشوف احنا ببرامج كتير جدا ده واحد يمسك مش عارف ازاي يروح من دخل فيها الغطى من جوة طب ازاي انا انت هتملين حاجة عملية انا ولا انا اه اه حملية جدا بس مستعدين لا مستعدين ايه اه بس احنا مش كومنت التاناش على كده لا لا ده مفتاع العربية مفتاع العربية والعربية بره شكرا نفس كده مفتاع عشان تأكد ده خليل دكتور هاني دكتور هاني عايزين نتحك بقى بقول لك ايه يا ده خطيت من الالة منادحك بقى بس هركز شوية مانيش حريك الميكروفون مركزين تمام مركز كويس قوي قصر هيحصل المفتاح ده اللي ما يخطرش على بقى الحد ماشي قلصت متأكد منها حوكش حوكش مفتاح تلعزين ما هو لما حصلش اي حاجة وده الجديد طبعا اه ده الكلام الله قلت بقى كله بيغير انا مغيرته خليته زمه دكتور هاني الحلل بنفسه حكا خبير دوائي قال النهاردة فيه علاقة ما فيه من اللي حصل ده ودواء طب هاني في علاقة من اللي حصل ده ودواء انا عايز بس الغرب متوقع هو ده اللي بيخلدي على فترة النكتة وده حكا بتيجي بنيه من الحاجة الغرب متوقعة طبعا مش الحاجة المتوقعة طب حد الحاجة كدير طب حد الحاجة كدير طب حد حاجة كدير كان فيه قصة دايما بيقوله حتى ما في التهنم البشرية ازاي انت تستفيد مش هقول عاهة عندك عن مشكلة عندك يعني مش هقول برضو ايه فيه عاهة او فيه انصال نقص له حاجة لا في بعض الاشخاص ربنا عندهم تحتها شوية في الكلام يقولك مثلا ايه صدعا الآن والن يتتفيد عالى نتشرف عالى ممكن حصل برا واحد بهذا الشكل عاز يشغل كل من راحت من راحت مولادش عاز يشغله فالاكد الرائحة的 لديك كديره كل يوم باكديره قوي خمسين جورنان 60 جورنان فراح له سابعا انا ممكن اوزع لك الاجراء اتوزعها ازا دا خذ عشر كواهد ونشوف انا انا وزعت عشر كرنار ربع ساعه وقال انا 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 وزعت الاجراء انا انا وزعت الاجراء قدّله خمسين ربع ساعة ورقّع وثانّي خلصّن با 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 وقلّ بس بشرق قلّو يا اي اي شاشاشاشارق بتاعك قلّو اجا عرف انت بتاع بتبيحهم ازاي مم وتقول لي انت بتبيحهم ازاي قلّو ما عرّكش أقول له قلّوassociت أنت تيك 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 شوفّوشن بيحهم ازاي ماشي بطلو ثانّيوم تقولنون ورّح ورا لا بيجي عند إشارة بتاعت المرور رحمة خبر على إزاز وغير يفتح له ممكن تشترك الجرنان ولا لا 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 راه راهولك ممكن تشترك الجرنان ولا لا 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 راهولك راح نشترك جرنان باعت ميزة باعت ميزة عند باعت ميزة إحنا بقولنا عليه باقي مثلا إيه إزاي تستغل مش هنقول عيب برضا هنقول إيه يعني شيء مش مخصوص عندك إنت فريد عندك إنت تستغلوا في إنك تستفيد منه استفد ده منه برغم الراجل كشك كله ما يكشفتها من خمسين جنة وده على المية مرة واحدة دكتور مجدي حديثك شايد جدا ولكن المخرج عايز يطلع فاصل يطلع فاصل اطلعنا يا عم بفاصل رجعنا لكو تالي بعد الفاصل دكتور هاني العيد فرحة عايزينك تبدينا رشدتة من الناحية من ناحية شغل حضرتك أو ناحية تحاصل حضرتك إزاي نرفع لحالة المزاجية والسعادة عن كل واحد فينا طيب يا جميل دكتور إحنا لو بصنا هنلاقي إن إحنا فترة العيد دي هي فترة انتقالية ما بين رمضان ورجعنا للعادة العادية بتاعت تمام في رمضان كنا متعودين على مستوى غزائي معين بشكل معين في ساعات معينة وبعدين بننقل منه ليه رجوع للوضع اللي كنا فيه قبل كده ثلاثة واجبات في اليوم واجبات جاهزة واخنا طيب إحنا لو حبينا نقول إن الغزاء اللي نسان بياخده مؤثر بشكل قوي جدا على حالته النفسية وحالته المزاجية فمش نبقى أنه إحنا بعيد عن الوضع اللي احنا فيه في الأيدي تمام المأكلات في العيد دايماً بتبقى بتحتوي على مواد دسمة وتحديداً في العيد الفطر يعني أكل الكحك والبسكوت هو الكحكاة في كم صورة حرائية الكحكاة اللي هي السادة يعني يعني حوالي 200 صورة حرائية الوحدة الوحدة بيوبين صورة حرائية اللي هي بيوب من عشرية بتزيل تبقى من حوالي 20 200 و20 فهيين مثلاً يعني الغضاية يعني إنت لو مترزعت الكحكاة تلاتة بتتكلم في صورة حرائية ده ده العمل الريجومي يعني احنا عندنا ما شاء الله يعني فيه ناس بيبقى الكيلو ده الفطار في الفطار فالغريبة مثلا على سبيل المثال دي بيبقى فيها حوالي 150 سوار الحرارة شاكده كان بتعمل للك العيد احتمال اه بالزرط هننزل شوية كده البيتفور ده تقريبا حوالي 90 سوار الحرارة البسكوت هو أقل حاجة بسكوت نشادر ده ده تروح من 50 ل 80 ده أقل حاجة تمام فاحنا لما بنيبتدي العيد بنيبتدي بالفطار الصباحي بيحتوي على المواد الداسمة دي تروح على دهون طبعا وكربه هيدريت بالنسبة ليلة وده مش مطلوب يعني طبعا يعني ده ممكن يؤدي لتلبك معه ويه وبالتالي أنا لو قعد عندي تلبك معه ويه أو عصر رضو مزاجيا مش هيبقى مبسور مش هيبقى مرتاح طبعا فالاكل باعتدال وخاصة فيه الاكل بتاع اليد الصغير ده تحديدا يعني لازم يكون بكميات قليلة ويه تدريجي يعني ما بتديش بكميات كبيرة تمام فكل ما باكل كميات أقل يعني في حتوقها على الدهون وخاصة أن النهاردة الدهون اللي هي المحضراجة والحاجات الصماعية دي هي المالية طبعا بس ممكن فيه ناس تبقى هي ساعدتها في الاكل الكحك والبسكويت طيب خلينا نقول إن هي تبقى ساعدة وقتية لأنه هو بعد فترة نتيجة الاكل الكميات كبيرة اللي مواد دهنية ده هيزوك الاستهول هيعلي ضغط فالساعدة قد تترجم بعد كده لي طبيعا كبيرة رشيدة اللي تقول هلنا هنا في التعامل مع الكحك والبسكويت في أيام الأيام إزاي ما قلنا يا ركتور يا حدينا الصورات الحرارية الإنسان محتاج على المنظر اليوم تحديدا يعني بالنسبة لي الرجال حوالي 2500 صورة الحرارية ده في كل أكله مش في بكاعة البسكويت ده كل يوم أقول لهم السيدات حوالي 2000 صورة الحرارية طبعا ده الشخص الطبيعي البالغ اللي هو بيؤدي نشاطات عادية يعني مش القاعد مريح في البيت أو اللي بيشتغل شغل أوفر يعني هو ده الشخص الطبيعي العادي يعني تماما فإحنا مفوضنا بنرائب كمية الأكل اللي داخلها تحتوي على دهون والسرارات الحرارية دي أول حاجة تاني حاجة أبتدي أعتمد على الخضرات والفواكه لأن طبعا فترة الصيام في رمضان كان بيطرح ما بين 15 إلى 16 ساعة أكثر تتصير تماما فطبعا المعدة وإفراز الإنزيمات الهضمة خدت على معدلات معينة اختار رمضان فأنا ما أبتديش أفاجئ جهاز الهضمي بكميات أكل كبيرة وبالتالي ده هيؤدي لي مشاكل زي موقع الحركة ده عصر الهضم أو زيادة الحمود عند بعض الناس اللي هم معدلتهم فيها مشكلة فاليحنا لازم نعمله معه أول يوم العيد اللي احنا فيه ده وقتنا نحن نبتدي تدرجية ندخل في الأكل كمية خضرات كبيرة كمية مية لا بأسة بيها طبعا نحن دهبين على الصيف دلوقتي فيها المية طبعا محاجة مهمة جدا العصائر مهمة جدا طبعا عصائر طبيعية وليس المعلبة تماما مرضى السكر والضغط يبتدوا ينظموا كميات السكر والملح الموجودة داخل الأكل لأن ده طبعا بشكل عشوائي لو الإنسان دخل في الأكل بكميات كبيرة فبالتالي ممكن تلاقي نسبة السكر ما تتزبطش اللغط ما تتزبطش لأنه هو جرعات الدواء بيتم تعديلها مرة تانية مع فترة الحياة الطبيعية طبعا هي بأثناء الصيام بتعدل بشكل معين فبنوصي المرضى تحديدا المرضى السكر يعني اللي هما بيتناولوا إنسولين تحديدا هما يبتدوا ينظموا قتلهم تاني عايزين الناس يعدي عليها العيد بفرحة وبسعادة مش عايزين تلابك ماوي مش عايزين مشاكل ترتفاع ضغطة أو زيادة السكر فده مبدئيا يعني الاعتدال اه الاعتدال والتدريج نرجع لحياتنا الطبيعية بس تدريجيا تمام من ضمن الحاجات المطلوبة لتحسين المزاج هو طبعا شرب الماء بكميات كبيرة مهم جدا الحركة وإن كانت بلوقتي الحركة نوعا ما محدودة بس يعني على قد منظر في الفترات اللي هي ما فيش فيها حظر يعني الإنسان يمشي يعني يحاول يمشي اه يمشي كمان في مرات مفتوحة طبعا طبعا ومش في الشمس طبعا يعني الفترة تحت الصبح دي فترة كويسة جدا بلحيس كمية أكسوجين كبيرة المشي في حد ذاته بيرفع الهرمونات السعادة زيادة يعني السيرتونين أو الـ 5HT ده بيزيد مع يعني وفي بعض المواد الكيميائية بتوفز المقرر بتساعد الإنسان على إن هو يبقى مود جيد دي بتفرز مع المشي الصحي فبنوصي بالمشي كميات مياه كويسة الواجبات تبقى معتادلة جدا يبقى فيه خضرات وفاكهة تحتوي على كل الرشدة دي في النهاية تؤدي إلى جسم سليم مرتاح سعيد حاجة جبت سيرة المشي واعتقد من نظيفي بيحب يلعب رياضة وقصدنا كورة القدم صحيح خلينا سعيد سؤال بس ثلاث شهور ومكتار برضو لسبب بأتأكيد حصلتك إصابة ولا حاجة أو أنا على فكرة من 50 سنة عمر ما قصدت ولا إصابة دي أول إصابة في حياتي الدكتور هني بيتكلم حاجاتي قبل أن تلعب رياضة حالتك المزاجية غير أن تلعب رياضة بعد أن تلعب رياضة أنا دائما لديه يومين في الإسبوع حد وخميس باستمرار وساعتين اليومين دون تحديدا ينتصوا كل الضغوط اللي أنت بتعيشها تمام كل المشاعر السلبية المتركمة طول الأسبوع ينتصوهم الساعتين دول تماما وذلك ما قال الدكتور إحنا بيفس حكين في البقى الأندروفين بس طب ما حدش سامحوني أن أنا مش دكتور فمعرفش أنت المصطلحات العلمية كويس الأندروفين وده اللي بيقوّل مناعة والهي السونين ده اللي بيسموه هرمون السعادة الاتنين دول تحديدا ما تلاقيش حد بيلعب رياضة إلا ودايما متفائل دايما عنده صحة جميلة دايما في حالة سعادة والعكس الكلام داما واحد ما بيلعبش رياضة وقاعد باستمرار في حالة كئابة مستمرة لأن خلاص ما فيش حاجة بتفرغ الحاجة الثانية داما المتفائل ده محب معطاء محب ومعطاء حتي داما عنده فرحة الفرحة دي بتفرز الأندروفين وهي السونين عموما اللي ابتسامة كده هده ممتسب باستمرار هده داما يساعد الناس وديره جد المهمة انت عشان تبقى كويس وعشان تبقى صحة كويسة وعشان تبقى عندك مقاومة عالية أول حاجة بالصبح وانت خارج من البيت اذكر اعمل الورد بتاعت دي هم حاجة تمتم كده بالمعوزتين وكل هو الله وقاحد كم آية كده صغارين هتلاقي الموضوع الضغير تماما جواك الحاجة التانية ساعد الناس على قد ما تقدر ان الناس اللي محتاج لمساعدة مش هنو محتاج لمساعدة انت اللي محتاج لمساعدة ان انت تساعدهم دي مهمة جدا انك دايما تكون معطاء باستمرار العطاء ده هيعود عليك وانت مش اخد بالك في كل الأوقات تعرف انا اعرف ناس لما يبقى في مشكلة اول حاجة يعملها يخشي في مشكلة الحاجة التانية يحل هالو عشان يطلع من مشكلة بزبط دي ملضبنا الحاجة الحاجة التانية حب على قد ما تقدر الحب مش نال ايه حبك لا حبك افتح افتح سدك للحب لكل الناس حتليه وضليه زي ما قولوا في التنمية بشرية ما يخرج من القلب التسع ويتشك ويعود لك من نفس النوع بس واحتاجة الحاجات دي كلها محتاجة تدريب مفيش حاجة مش محتاجة تدريب انت وانت عشان تضرب وانت عشان تتضرب لاني حتى عشان تبقى كويس صحيا محتاج شوات وقت عشان تعمل ريجيم او عشان تعمل غذاء صحي محتاج شوات وقت وتدريب عليه ممكن وعلى فكرة اي عادة اي عادة لو استمرت علي واحد وعشرين يوم حتى بنسبلك شيء عادي تمام فأي حاجة محتاجة تدريب مع الوقت مع الوقت هي المشكلة بقى ايه ان احنا بنئس بسرعة بنمل بسرعة ازاي دايما ابقى في حالة شحن ايجابي مستمرة عشان ما ملش تمام ازاي دايما اغير ريموت بتاعي ابقى دايما في حالة مرونة مستمرة مملش تمام مزهقش تدريب النقطة لما بتتعود وجسمك بتتعود على القصة دي خلاص بقى النقطة بيجزبالك عادة عادية ودايما بقول ايه عشان تغير حاجة تغير الفكرة الاول طبعا لو غيرت الفكرة عن الاكلة عن الشربة عن الحياة عن الرياضة اول ما تغير الفكرة على طوله تماتيك سلوكك ومشاعرك وعين سلوكك تتغير يعني مشاعرك تتغير السلوك تتغير اول ما تتغير السلوك يتغير الواقع بتاعك اول ما تتغير الواقع يتغير المصير طبعا هي القاعدة مش هي كده فكرة شعور سلوك واقع مصير كده بالزبط دكتور هاني الدكتور مجدي بيتكلم دايما في جانب النظر انت اللي هتمثل الجانب العملي انت لما تبقى مدعي بتعمليه عشان تطلع من حالة مزاجية مش كويسة الحاجة مزاجية كويسة طبع مجدي ذكر حاكين مهمين جدا موضوع المشي والرياضة بيؤدي لسعادة صفاء الزهن والسعادة وزي ما حكولت كل الحاجات دي محتاجة تلغيب دي سهل جدا يعني على سبيل المثال انا قاعد في شغلي مجهد مشاكل تسقط كتير عوامل كتيرة ضغطة علي وعايز اطلع برد المدة اعملي اصدري حاجة من اثنين يهم ابص على مستوى الافق يعني كان يبص لقدام كده وده بالتالي هي رايح العين ويريح انت حاجم بتعمل كده اه انا بعمل كده الحقيقة يعني ما ببص بتوسع مجال نظرك بالظبط كده فبتبتدي ترتاح نفسك الجزئية التانية العامل النفسي المهم هو ذكر الله سبحانه وتعالى دي من حاجات الاسسية طبعا دي اللي بقلب ذكر الله تطمئنه الكلور يعني راح لو حاس نورة مشكلة وهو في ازمة فعمليا عمليا هو ذكر الله سبحانه وتعالى هو ده اللي بيقدي للهدوء والسلام النفسي وبالتالي هينعكس على سلوك الانسان وينعكس على اه انفعالاته وعلى مصيره زي دكتور مجز متفضل وقيد تمام على مستوى بقى لو اتكلمنا عمليا يعني شرب الحاجات الدافية زي ينسون زي النعناع يوم حاجات بتساعد جدا على الهدوء والراحة العصاب تمام دكتور مجز يحرك دلوقتي خلينا نقول ننصح الناس دلوقتي في ظل الظروف الرهنة وفي كل بيت فيه قلق وتوتر من سبب الظروف انا حتى لو انا بحاول على قد مقدر في الحلقة دي ما جيبش سيرة اللي بمسيطرة عن الناس دلوقتي وها فيروس يعني ايه النصيحة اللي تنصح بيها الناس اللي في البيت اللي قاعدة متوترة اللي عايشة مع الفيروس اللي 24 ساعة انا مش راهم دي برضو ناس متوترة من الفيروس ده موضوع عادي جدا يا جماعة الناس اللي بتدول بفيروس كورونا اقل بكتير جدا مديموت من اي فيروس تادي اقل من اللي بيموتوا جدا في الحوادث احنا نتعامل مع الوضع ازاي بمنطة البساطة عش التليفون كل دي احتياطات امان لكن لان ده بيمنع ان يحصل حادثة لا بيمنعش تمام انا عاز بس اقول ايه كل شيء بقدر الله لازم يكون عندنا ايمان قوي جدا بان كل شيء بقدر الله ناقض احتياطنا وناخد بالاسباب واللي بقع فيني في الاخر ما بش حاجة تحصل الا بقدر الله الفيروس كورونا ده اللي حصل مين اللي اخترعوا مين اللي هبجينوا مين اللي انتاجوا مين اللي ايا كان مين مش جد قضيتنا احنا حذرنا انو اتواجدنا تمام التعامل معاه ازاي احنا لازم نقبني نؤمن بالقدر الله تمام يبقى اول حاجة الايمان بالقدر الله الايمان بالقدر الله لما دعم بالقدر الله انت هترتاع اي حدث حيحصل ح baba تتقبله حتى رفلت عايش لو ما تقبلتش اي حدث مش رفلت تتعامل معه اي حدث تمام مهما كان نازم نتقبله والا حتتعمل معاه ازاي وانا مش نتقبل كورونا مش نتقبل لحد ازاي طب هتعمل معاه ازاي مش عارة حتى لو متقبلتوش الله هيحصل فرض واقع كل شيء بقدر الله فلازم نتقبل قدر الله عشان ربنا يرفعه لازم نتقبل ما هو اللي هيحصل ايه كان شيخ شامر قالها مرة ولله المسأل اعلى طبعا لو دخلت لقيت ابنك بيشرب سجاير وانت مش عاجبه الكلام رحت بديله قلم لو بجح معك هتديله تاني لو خضع وسكد خلاص هتسير ربنا كده اداني قلمة هنبجح مع ربنا ولا هننع ربنا حجمنا ايه لما لنا في حجمنا نتعامل مع الوضع صح فعشان كده نتقبل كل اللي هو ربنا وكل اللي يحصل نو ربنا دي اول نقطة مهمة جدا بعد كده بقى اين اللي المفروض نعمله نراجع نفسنا مع ربنا تاني هل احنا فعلا علاقتنا بربنا مزبوطة هل احنا بنصلي صح يعني حاجب تكنب على الجانب الرحاوي الجانب الرحاني هو اهم حاجة الجانب الرحاني وجانب الصحي الاتنين متنازمين بس الجانب الرحاني هو الاساس في الموضوع ربنا قال ايه انا مع العسر يسرة مش احنا في عسر دلوقتي نازل ان يكون عندنا يكون ان فيه يسر جاي تتفاقل مش باقي يوم هرسو الدكرونا موجود وخافين ننزل وخافين نروح وخافين نشتغل لأ حنشتغل وحنروح وانيجي ونعمل احتياطاتنا ناخد الاحترازات المفروض تتعمل زي ما بيتقال بالضبط كده التباعد التباعد الكمامة الكمامة التوقتات التوقتات اللي نخرج فيها او منخرج فيها ماشي الغسيل كل احتضل نعملها وفي نفس الوقت يبقى متوقنين وعارفين ان كل شيء مقدر انه طبعا محدش تعدادة الاسباب والموت واحدة وربنا يقول برضو ايه اينما تكونوا يدركوا بكل موت ولو كنتم في بروج المشيلة والحاجة التانية احنا خافين عن الرزق وكلنا خافين ومش عارفين نزقنا هيجي ازاي والدنيا واقفة والحال واقفة زي كان ربنا قال وفي السماء رزقكم وما تبعدوه وفي الاهل اللي بعدها بيقسم فهو رب السماء والارض انه هو اللي حقه المسلماء لكم تبتقون لبا اذا انا مخافش من فوت ده من الرزق ولا من الموت يندور بييد ربنا مفيش حد هيقدر يديني غيرهم ولا حد يقدر يمنعني عنهم هم اضل بقادر الله بس كل ما هنالك انا هاخد احترازي هيدا النقطة هاخد بالاسباب اللي تخليني في حالة ايه وقاية في حالة يعني لا توقع بيادكم الا التهلوكة مش لقي تجمعاتنا وروح رايح وقول ايه ما هقوله بقادر الله لا مش كده الصح اتعامل مع الموضوع بالاسباب المنطقية والطبية اهل العلم اللي يقولوا عليها ايه وسألوا اهل الزكري ان كنتم هنا تعلمون الاهل الزكري بيقولوا ايه في الموضوع ده اللي هم العلماء والأطباء وكده لما تعبروش كذا كذا خلاص لان اهل العلم دولة او هم الأطباء او كده لما بيجي دي ابن بيته بيروح للمهندس اهل العلم لما يجي يعمل حسابات بيروح لأهل العلم المحاسبين لما عنده قضية بيروح لأهل العلم المحامين نفس الكلام احنا مفروض ايه نتبع دولة زي ما هم بيقولوا احنا مش طبيب ولا الناس للأطباء ولا الناس اللي مش أطباء مايفتوش خد رأي أهم اللي هم من دولة وهنا كذا حتلاقي الحياة بالأبسط أجمل أحلى مليانة تفاؤل التفاؤل ده حيخلينا مش حنخاف من كورونا ولا غيره لان ايا كان ما وممكن تجينا أصعب منه وفي توقيت ما جي أصعب من كورونا كتير الطعون والسل وحاجات كتيرة يعني فحنا ما نخافش احنا كل اللي نعمله لا تتوقع على الله وناخد بالأسباب ونعم بالله دكتور حاني ايه الأكلات أو الوصفات اللي تحب بتقول لها الناس بترفع من الحال المزاجية بتاعتهم أو بتحسن المزاجية بتاعتهم زي ما قلنا الأكل ما يحتويش على نسب دهون عالية يعني نسب الدهون ممكن بتؤدي ايه أول حقيقة أخب بالي منها تمام الحاجات الكويسة جدا أكل أكلات البحرازة الأسماك دي بترفع المول بشكل كويس جدا الشوكولاتة تحديدا اللي هي الإدارة اللي هي الغمأة الشوكولاتة الغمأة بتحسن المول أكل البيض بيساعد البوريتينات اللي هي ما فيهاش دهون دي بتساعد الفكهة والخضرات التاظرية دي بتساعد بشكل كبير جدا الواحد اللي ركز على العناصر دي في الأكل بتاعه هتبقى الأمور منذباله مريحة جدا ونفسيا هيبقى مرتاح وصحية مرتاح وبالتالي هيبقى سعيدة أنا بس فيه نقطة قالها الدكتوري المجل دي عجبتني بصراحة اللي هي الخاصة بيه التعامل مع الوضع الاستثنائي اللي إحنا فيها يعني إحنا لك أنت تتخذب فعلة يعني إحنا كنا لابسين إيه في شهر يناير ولابسين إيه في الوقت يعني في شهر يناير حتى في الستوديو هنا كان التكييف كان مقفوص صح للوقت تكييف مفتوح تمام فبالمثل الشعبي يقدر يقول لك كل وقته دي فاقتضت حكمة ربنا لوقتي وجود الفيروس فكل اللي إحنا هنعمله هو هنضيف بعض الحاجات البسيطة لتقينا من هذه المشكلة يعني في الشهاتي كنا نموز بس بلتو وننبس حاجاتي دلوقتي المطلوب مني إننا نهل بس كمانا يعني تخيل حضرك إننا نجينا دلوقتي دورة حضر نخفرت بشكله كبير بشكل حاد إيه لا يحصل خلينا كلنا غيرنا الهابتس والعداب بتاعتنا في اللبس نفس اللي حصل دلوقتي هي خلينا لازم نغير العداد بتاعهم لعادات أكثر أمنا وأكثر الصحة وأكثر حرصة وأكثر حرصة بس دل المطلوب مننا إننا نعمله إنما هل يطار هيجي لنا المرض مش هيجي لنا المرض دي مش هيطربنا سبحانه وتعالى ولكن إحنا بناخد بالأسباب لو فكرنا في الموضوع كده هنرتاح هي بس قطعة زيادة من اللبس الطلبت مننا فإحنا هلنبس تمام ده هي الكمامة لو أنا برسل إيدي في اليوم ثلاث مرات مع كل وجبة وقبلها فالموضوع لو خدناها بهذه البساطة رموها تعدي بشكل سلس ونعيش حياتنا بشكل طبيعي لغاية لما يبقى فيه فاكسين أو يبقى فيه دواء صريحة مراتكم تمام في إضافة بس لحتة الصهارة دي جميلة أول إنت أوتها دي في الحديث بيقول إيه عندما عليه السلام لو كان ببقى حديثكم نهرا يختصروا فيه خمس مرات كل يوم بقى تبقى على جسمي من ضرر من ضررنيه شيء آه لما كان من ضررنيه شيء فالكلام كان كله عن إحنا منصلي خمس فروض فما بين كل صلاة وصلاة إنت بتمسح الزرور باللي عملتها ومن صلاة صلاة تمسح الزرور باللي عملتها طب بص دلوقتي بقى كل الناس بتقول إيه على كرونا عشان تتفادى العدوى أو ما تروح البيت اخسل إيديك واخسل وشك واخسل كل الحاجات لما نيجي نبص في الوضوء إيه هي أغضاء الوضوء اللي إحنا بنغسلها كل يوم خمس مرات هو الوش والإيدين الإيدين اللي هوات الكوع والوش ونستنشق ونتمضمد والودان ونمسع الشعر والرجلين اللي هم الأجزاء المعرضة إنها تلقل من مرض كويس؟ وكل الأديان الإسلامية بتدعو للتطاهر بالمناسبة بالزبط كده؟ يعني إحنا الإسلام بيدعو للوضوء والمسيحية اللي هم بيدعو للتطاهر وغسل للإيدين والنظاف فمجاج جديد الجديد بس إحنا نوحي بقى اللي عندنا عشان إيه يعني أصفنا سييد ممكن تتوضى مرة وعند صلي تمسك نفسها أربعة صلوات ثلاث صلوات لأ توضى كل صلوات فها ما مش مشكلة تعرف أنا حقيقة أخواتي إن إحنا ممكن نطلع من هذه الضروب أو هذه الأزمة اللي إحنا فيها أنا مش عارسة حتى أقول عليها أزمة إن إحنا أصبحت عندنا عادة يعني ممكن تلاقي الناس حتى لو ما فيش أي بارس هي لابسة الكيميمات تلاقي الناس حتى لو مش حاجة بتخسل إيديها ودي من ضمن ومزاد بالمناسبة فيروس كورونا إن إنت المهاردة حتتعود على حاجات صحية كويسة أوه وده بالمناسبة قبل الفيروس قبل الفيروس كورونا دي خالص كانت نسبة التلوث في القاهرة الدين في العالم كله بالمناسبة أعلى نسبة التلوث في العالم ممكن بعد الهند أو الحاجة تاني دولة في العالم طب بعد أما ربنا بقى ربنا كرمنا بكورونا حصل إيه الناس قعدت في اليود السوق بالأذن أفل من إيبقى من العوادي من كلها طب شب منتا تشارع دلوقتي بقى عاملة إزاي هل دي نفس نسبة التلوث قبل كورونا لا مستحيل تمام يعني ده الجانب الإيجابي الجانب الجميل في كورونا ما هو مش كله وحش تمام لازم إحنا نبص حتة بقى الرجل المتفائل أو الإنسان المتفائل ما فيش حدث إلا وفيش إيجابي طبعا نبص على الإجابات اللي بكورونا إيه زي ما حتى اكتفضلت وقلت في الأول التقارب العائلي والتقارب الأسري والترابط الأسري كم ده حصل طب بص بقى كمان للجانب العملي المادي اللي إحنا عايشينه هل شهر هو كمان بقى كله أسرة بتعمل ترشيد بتاعها لأنها مش عايزة تسرط حاجات لا والفاستفوت الأجزية اللي هي كانوا بيهو حاجات كتير قوي الزبط التحادي الناس بدأت تاكل أمان أكل الصحي دلوقتي إن كل الفاستفوت ده مش صحي كل دلوقتي بقى يدبخ في البيت وبس كده بقى أكل كله مع رجالة والستات عاديك في البيت فبتضخوا هم الأتنين بزبط لأ رجالة تخسر الموعين مش واحد هو حاجة في علاقة أنا شايف إن الموضوع يعني كتبت في أحد المقالات يعني إن عندنا فوصة ذهبية لتنشئ جيل صحيح نظيف جيل قوي صحي جيل بيأكل أكل صحي جيل مؤمن بقى اللا أنت عندك فوصة ذهبية اللي وقت الأطفال يعني ما كانش فيه حاجة عملية تقدر تعملها قبل هذا الموضوع يتأصل فيها المبادئ فأنت النهار ده أصبح عندك فوصة ذهبية كل رب أسرها لازم يستغل ده صح أولا هيطلع جيل شجاعة لأنه عارف إن فيه مرض وفيه موت وفيه وفيه وخلافه وأنا لازم خلاص يعني تنور وبقى عارف إيه اللي بيحصل في الدنيا هيطلع جيل نظيف مهتم جدا بنظرته هيطلع جيل بيأكل الأكل صحي ترى يفرع إن ده هيفيدني وده هيدرني ترى يبقى فيه جيل مؤمن بقضاء الله لأن الدنيا كلها تغيى وشكلها بعد هذا معنا بنخل معلش طب أستاذ عماد ألو ألو سلام عليكم عليكم ساعة تركاته إزاي ساعتك بيك كل ساعة طيبة بيه كل ساعة طيبة ساعة طيبة كل ساعة طيبة والذيبك الكرامة بيه كل ساعة طيبة ساعة طيبة ساعة طيبة ساعتك بالنسبة للموضوع كورونا والفيروس كده كده إن الأمراض موجودة أصلا والفيروس موجود والدنيا موجودة بس إحنا نحفظ بيه ساعتك نحافظ صحي ولا إيه الله يفتعليك هو دل إحنا منقوه والله ساعتك الحكومة ما يموصلش بحاجة والناس بدون لك إيه وقل نفسك يعني اشتغل اكري اسعى بس إيه نحافظ صحي الله يفتعليك الله يفتعليك بالمناسبة ونقعد لك إيه ما في الشوك أشتغل مش أشتغل والفلوس ومعيش فلوس لما تحافظ الله ينور عليك هو العالم كله تجاهه كده بالمناسبة أه ساعتك يا بيه نشتغل يا بيه ونحافظ يا بيه نحن نقوم أوفرك كل حاجة ساعتك صحي تمام ساعتك من منصورة بيه ساعتك من منصورة من كوني فدعمت المركز تأخذ أهلية أه أجدع ناس يا ساعتك عندكم الهوى عندكم الهوى حلو طبعا الهوى نقل جدا هل فيارس كورونا أثر على حياتك يا أستاذ عامد ساعتك لو الله العظيم هنعود نقول كورونا ونعود نخاذ الأمراض أصل الأمراض أصل مو serving یعقول ناس الله ينور عليك نحافظ ما عزتك بيه ونحافظ والشعالة في القطر وليك مش يشتغل من حافظ سا مش حافظ الله ينور عليك أستاذ عامد والله ساعتك نحافظ اسحظ منشعلها في القطر منشعلها في القطر مسجعلها في قطر مسجعلها Yemen فلوس هنشتغل هنموت هنعود ما تعد يا ما تعد بس حفظ فلح حافظ الله ينوى عليك الى كمسال والله احلى مكالمة جاتلي النهاردة أستاذ عماد احلى مكالمة جاتلي في الشهرين وثلاثة اللي فات دول احلى مكالمة جاتلي في الشهرين وثلاثة اللي فات دول كل سلام طيب عيد سعيد يا رب عليك كل سلام طيب وشوفك على خير إن شاء الله ممكن أبالك ممكن أبالك تحية عددتك اتغضل أنا ببالك تحية من هنا من مدعامة المركز صارقة دهالية بسادة الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي بقوله ربنا معاك ربنا معنا كلنا يعني الحكومة ما بقصاش بحاجة بس احنا بقين حافظ طبعا نشتغل والحافظ بص بالأمانة بالأمانة الحكومة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي بيدوروا بيدوروا أو بيديروا أزمة كورونا بحالفية جرعة دا بجد يعني بسم الله ما شاء الله عليهم يعني كل صالة نطيبة السيسي عماد دكتور هاني يراك كلام السيسي عماد السيسي عماد جاء بالخلاصة السيسي عماد بيكلم بالصليقة وبالفطرة كنت دس أقول حضرتك يعني السيسي عماد بيتكلم من المحافظة الدهالية من المنصورة الكلام طالع من تحسن حاكم شو سيسي عماد بس اللي بيتكلم بيتكلم حوالي 50-60 مليون مصر عايشين في الريف المصر هو ده المنطق السليم والفكر السليم والفطرة السليمة النهاردة أنا أشتغل وأحافظ هو منتغل منتغل الخلاصة ومنتغل الأمل يعني إحنا ملقيت فرحة وفعلا ووضح أن الفرحة متأصلة في الريف المصر بس أنا عايز أقول حاجة والحاجة دي لنفاق ودريقة أنا عايزك تقارن بين رد فعل السيدة عفتاح السيسة رئيس الجمهورية مصر العربية ضمن الأزمة أنما تشوف هنا القيادات بتاعتنا وقتها الموضوع بتهدي الناس بتطم من الناس وفي الآخر بتطلب منه منه يعملوا كذا كذا وده اللي أنا بقولته من أول يوم في هذه الأزمة أنت أعمال بتخوف الناس بتفزع الناس ده الناس ممكن تخاف من الفزع لأنا عارفت قريدت خبر على اليوم السابع شاب عارف أنه عنده فيروس كورونا موت نفسه انتحر طب ده يا كلام يعني يعني إحنا بنعالج مشكلة بمصيبة نا شكيب والله حضر لك الجميل في المداخلة دي أن دي روح الموجودة في الريف المصر ولازم أشكر السيد مصطفى مدوري رئيس الوزراء شفت طريقة إلقاؤه وطريقة لا لا بجد عارف أنت بتتفرج وانت مطمئن أنا عايزك بقى تتخيل حاجة لو القيادات بتعمل لنا الفزع ده احنا من غير حاجة وعندنا فزع رأي تخيل انت لو طريع رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ووزيرت الصحة ووزيرت تعليق ايا كان الناس المسؤولة وعادة تبدينا الفزع لأ ده احنا كنا بالمناسبة أنا توقعاتي كنت هتلاقي نسبة الوفيات ونسبة الناسبة عندنا علي جدا أكتر من كده خمس ستة مرات ده هما كان لهم كان لهم دور غير مباشر كان لهم دور غير مباشر أو دور مباشر في ده هدية الناس احنا السياحة بالنسبة لنا شيء مهم صح لانا السياحة سبل من سبل الترفيه معانا مدير عام السياحة الداخلية بحافظ القاهرة سابقا استاذ دياء استاذ دياء السلام عليكم استاذ دياء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخبارك استاذ دياء عملي أخبارك وستوانت طيب بخير وانتو طيبين كده وأسرة القناة كلها بخير ان شاء الله وربنا يا رب يعود عليكم بالأيام بخير ودايما من مجاح ل ديها الله يخلي بخير في جاء هل السياحة ليها دور أو في تحزين الحالة المزاجية للناس طبعا لا شك أشك الهالة المزاجية للناس أو السياحة انعكاس للحالة المزاجية للناس لما يبقى فيه نشاط سياحي ولما يبقى فيه انت عارف يعني فيه يعني اكتر من من اربعين مهنة متعلقة بالسياحة بسياحي يبقى فيها نشاط ورواج اكيد كل المهن دي بيبقى فيها يعني مجموعة كبيرة من الناس بتنعكس عليها الحالة المزاجية وبتبقى يعني الناس بتحس بان مزاجها كويس يعني حالتها المادية كويسة المعنوية كويسة فده كله بيقصف الحالة المزاجية للناس اعتقد تأكيد لكلام حراكة سيد دياء ان هتلاقي ان من اول القرارات اللي اخذتها القيادة عننا في الدولة هي تنشيط او رجوع السياحة الداخلية تاني لا شك طبعا ده كان قرار يعني يعتبر من اول القرارات الصائلة لان يعني السياحة الداخلية معناها ان انت بتعيد مرة اخرى الروح للسياحة او بسد رسالة خارجية لسد رسالة للعالم الخارجي ان مصر فيها امان وفيها يعني قيادة وعية وفيها فده بتبقى رسالة علشان بتبقى مقدمة لجالب السياحة الخارجية ده الهدف الاساسي من السياحة الداخلية وبرضو الناس هنا داخل مصر الناس تعرف بلدها وتشوف بلدها وكده في ناس كتيرة او ناس كتيرة عيشة في القاهرة وتقولك ما رحتش القلعب ما رحتش الهرب طب ليه ما تبقاش في برام السياحة الداخلية والناس يتعرف على بلدها وعظم البلدها ومعالم بلدها ده نوع من راتر فيه كمان يابع نعكس على الحالة المزدجية والنفسية للانسان مش عايزة كلام طبعا هو انسان هيطلع علشان يروح رحلة او رحلة سياحية يعني علشان كده فده بيقولك اي حد بتقوله عايز تغير جو عايز تعمل بيقولك عايزة روحة غير جو عايزة غير الغيت من اللي انا ماشي فيه يعني ايه غير الغيت من اللي انا ماشي فيه يعني ينقل الحالة المزدجية بتاعته من مرحلة الى مرحلة بيعود بعدها زي ما يكون مثلا ايه برمج الحالة المزدجية بتاعته ويعود من جديد لريتم الحياة بتاعته والعمل فبيرها يعني حاجة كده بيكسر بيها الروتين اللي هو ماشي بيه طول السنة يعني ممكن اصلا حاجة سؤاله حاجة لك ملتقل الحراية في انك تجواه ومتجوابش تقطيع الاعلامة التقطيع الاعلامية لفيروس كورونا رأي حراك في ايه يعني هو يعني التقطيع الاعلامية لحالة كورونا يعني انا شايف ان يعني احيانا كتيرا جدا في ناس ليس لها شأن بالموضوع او بتتكلم في الموضوع تمام والناس والقنوات الاعلامية بتفتح ليها مجال يعني انا نفسي في التقطيع الاعلامية لكورونا دي اللي المتخصص هو اللي يتكلم تمام لما ما يبقاش واحد بيتكلم في قناة وانقل على قناة تانية وبص الاقي واحد تاني بيتكلم عكس الكلام اللي بيقوله اللي في القناة الاولانية طب انا اقتنع بمين اعرف مين تمام يعني جائحة كورونا دي حاجة عالمية فالمفروض بقى اللي لوف في الموضوع هو اللي يتكلم علشان هيتكلم كلام علمي مش كل واحد كده يذنبه ده الوصف الله ينو عليك عايزين يتخصص في الموضوعات يعني انما كتغطية اعلامية وابواق مفتوحة ماشي على مدار للرواع عشرين ساعة كل واحد بيكرر اللي بيقول التاني لكن مين الصح انا بروح للمتخصص بالزبط رجل طبيب رجل دكتور رجل يعني استعى وقايا رجل كده اصبه وقائي اسمع له تمام انما مش هاعد اسمع لأي حد مش متخصص لان رأيه بيشوش علي تمام سوزياء لو تتوعدنا على هو ان احنا عايزين نعمل حلقة محراج بس بشكل مختلف شوية عايزين نعمل حلقة محراج بس بتتكلم كأنك واحد من الجمهور ايه اللي بتطالبه من الاعلام وايه اللي بتطالبه من الناس المسؤولة والمتخصصة وعايزين يبقى الشق التاني من الحلقة ان احنا نتكلم لان ممكن في ناس كده جدا ما تعرفش يعني ايه سياحة الاخلية وايه اللي ما يمكن انه ممكن تدورها وده برمناسبة التفاعل ان هو هينعكس على الحالة المساجية والنفسية للناس وده بالتأكيد هينعكس بحالة ايجابية او في مقاومة الناس لأي فيروس عموما او اي مرض عموما مش عايز الكلام طبعا الواحد يعني انا زي ما بقولك الحضرتك في الجزء الاولاني انا بطلب ان في موضوع الكورونا لا يتحدث الا المتخصص والمتخصصين كمان يكونوا موحدين يعني رأيهم يبقى رأيهم من خلال وزارة الصحة وزارة الصحة بتطلع بيان ياخدوا المتخصصين علشان يتكلموا يبقى الكلام واحد يبقى الكلام واحد ان مش كل اللي بيستمع لك ثقافة واحدة بالزبط الناس تلفة الثقافات والناس ده ما يكونوا في هذي الجائحة بيتعلقوا بقشة يعني عايزين اي حد يطمنهم واحد يقول له منزلوا ما تخافوش وواحد تاني يقول له ما تنزلش من البيت طب انا اتمع مين تقف على السلم لا تنزل ولا تتواضع على السلم نعم تقف على السلم لا تنزل ولا تطلع يعني حاجة غريبة يعني لازم حتى المتخصصين لازم يوحدوا رأيهم لازم يبقى في رأي من خلال وزارة الصحة وزارة الصحة تطلع بيان ويتوضع على المتخصص اللي يطلع على القنوات ده والقنوات كمان يتعمل عليها كنترول شوية ما تستضيفش اي حد يتكلم في اي حاجة يعني المتلقي زي ما بقول لها حديثة كده بيدور على اشياء يتعلق فيها في الظروف اللي احنا فيها ما تلعب تدخل ولا عب تخرج واحد يقول لك انزله واحد يقول لك حط الكمامة واحد يقول لك الكمامة بي المصدر الاول للعدوى واحد يقول لك اختل ايديك بالطبون واحد يقول لك لا انا تختلش ايديك يعني اراء مختلفة وده يعني يعني مش يعني حاجة تعتبر سلبية اللي ملوش كل موضوع بيتكلم ليه ليه انت راجل ما لكش في موضوع الطب ولا الوقاية ولا الطب الوقائي ولا حاجات دي تتكلم في موضوع زي ده ليه تدور تلفية على اي خبر او اي حاجة مكتوبة وتروح انت تتكلم بيها في التلفزيون مين عرفك ان الكلام ده صح ولا غلط بالزبط بالزبط اشكرك يا أستاذ ضياء كل صانو حاجة طيب وانا هقول لك على نصيحة في اخر بدا بيجي نهاردة ازاي التعامل فيها مع وسائل الاعلام بسيطة صحلة جدا بس خلينا لأحكم حلقة كل صانو طيب أستاذ وشكرا لمكلمتك ومندخلتك معنا انا انا عايز اخد من كلام من أستاذ ضياء رايح راجي في التقطيع الاعلامية هو كلام من أستاذ ضياء يمكن لمس النقطة اللي احنا كلمنا فيها بتخوف علاقة في شهر يناير اللي فقط قبل الموضوع ما ياخد الزخم الموجود دلوقتي وحلقة تذكر احنا حددنا قلنا ان مصدر المعلومة الاساسي في جمهورية مصر العربية هو وزارة الصحة انا هي المشكلة مش في مصدر المعلومة المشكلة اللي بياخد المعلومة يتدي يحللها بمزاجه ودماغه ويتدي ينشورها للناس كويس لان احنا وحلقة تذكر بتخوف علاقة في الحلقة دي تحديدا احنا قلنا ان فيه تخوف ان الفترة اللي جاية يحصل بلبلة عند الناس فيه الاراق المختلفة المضطة ده تخطب مرحلة البلبلة بزرط كده بزرط كده وللأسف شديد يعني زي ما وصدر تفضل وقال لا احنا عندنا مشكلة حقيقية ان احيانا بيتكلم فيه موضوع الكورونا فيروس تحديدا او الموضوع التطبيق غير متخص وبالتالي دي مشكلة جدر جد طبعا النهاردة المتلقي ما بيبقاش عارف اللي بيكلم ده اللي بيكلم معلد راية وعلم او تخصص او بيكلم بمجرد معلومة عرفة فممكن يستقي معلومة من حد ما لوش خبرة او من خارج القطاع التطبي ويبتدي طبقها ويتسبب في دغر دي تعبر عارف المشكلة التانية معلش ممكن كمان اللي بيسأل هو بيسأل السؤال بطريقة غلط فاللي بيسأل بيسأل بطريقة غلط واللي بيجاء وهو مش متخصص فالدنيا تعط طبعا لو العنصرين موجودين طبعا ولكن هو حتى لو السؤال مش مزبوط واجب علينا احنا كالقطاع تطبي نحنا زي مجدوين نصحح السؤال اه بس هي اخلي بالك انت انت لو عندك انت لو عندك متحدث ونسبة هو فيه متحدث باسم رئاسة الوزراء وفيه يعني برضو هي العملية فيها ناس متخصص انا هقول لك برضو النصيحة في الاخر خالص لانهو الموضوع سهل لو عايز تسمع نصيحة هو الهلك دلوقتي انت ما تسمعش إلا للمتحدث الرسمي موضوع خلص عاك ريموت وانا هقولها يعني في الاخر انت هتعمل ايه لانا هنفعش انا برضو اللي اتسمع لها في الاخر بطول ما يجد رأي حراك ايه في التقطاع الاعلامية هو فيه فرق بين انا عند انطباع بقوله او انا عند رأي بقوله او انا متخصص بقول لا بس انت لازم حاجة بتقول انطباع او رأي لازم انت بعارف ان فيه ناس بتتفرج عليه بس هولي حاتك ايه كل ده صرح الرجل المتخصص اللي هو مسؤول عن ومتخصص في هذا الموضوع التحديم هو ده اللي يجيبه اتكلم اي واحد من اللي ما هو عند انطباعه وعنده رأي يمكن يقوله لكن هل ده فعلا مفيد للناس لأ ما شوفت جناس المفيد اللي هو رجل متخصص بزبط يقول اللي هو اللي هو تحديد الوزارة الصحة وما يجبش ان احنا ناخد معلومة من خارج وزارة الصحة لان هي المسؤولة انت هتلاقي في الاخر هم اتنين ثلاثة المتخصصين واللي المفيد يتكلموا وبيتكلموا دلوقتي ده بتلاقي 300 و200 بيتكلموا هذه المشكلة الناس بتدين طبعات واحد شاف فيديو مش عارف دولة ايه وراح جاي يتكلم عليه ان هو ده كل شيء لأ يعني انت مش متخصص ما كل اللي ممكن نعمل كده كل اللي عندنا معلومات على حاجات كتير قوي لكن ما نفعش نتكلم بدل المتخصصين ممكن اه نتكلم خلي بالك خاصة في الارقام بالضبط كده انت الارقام ده انا كنت بشوف حاجات عن فيسبوك انت لا تتخيلها والمصيبة السؤدة وحضر كامل وحضر شامل ايه ده ده وبعدين برضو من ده من المتخصين قالوا انت بتتابع الارقام دي 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 مش شغلتك اي حد من العادي عمال يتابع كم واحد مات كم واحد اصيب كم واحد خف مش شغلتك انت بتبعمل بالا نفسك والغيرك بس انا اقول لك الحاجة من حوالي اسبوك كان السيد وزير التعليم العالي كان عامل بريزنتيشن قدام رئيس الجمهورية السادة عفتاح السيسي انا كنت قاد منباهر قاعد عارف انت الارقام راح فينه وتوقعات ايه دي شغلوته وتخصص عايز اقول لك الحاجة بقى طلعت ناس تهاجمه يقول لك هو انت متخصص لما دوصت في السيسي بتاعه هو ده تخصصه بالضبط انا اسمع ده وبس شا حاجة تاني خالص يعني انا لما بيسمع وخالبك ده هو بيتكلم كلام سوف يحاسب عليه ويسأل عليه حتى كل كلمك اندقيق فيها توقعات وقالي توقعات تختلف لو احنا ما عملناش كذا بتتكلف بحد يفاهم ومتخصص انا بقى نصحت اللي انا عايز اقول لك اخير ايه انت معاك ريموت كده صح انت النهاردة لو لقيت موزيع بيقول لك انا مش هقول لك قبر حلو مستنيش مني قبر حلو حول تلفزيونه على طول حول التدخلي داخلها بتقول لي انا مش هقول لك قبر حلو ايه يا عم ازاي يعني انت عايزنا اسمعك ازاي واحنا فيه اشد الحاجة بالمناسبة هو خلينا نقول وارد ان هو عايز يحضر الناس بس برضو طريقا نفسها طريقا خلي بالك يعني انا زي ما قلت لك انا ممكن تيجي في الاخر بتقول لي يا جماعة احنا لو عملنا كذا حنبقى كذا ما تخوفنيش انت تديد المعلومة في صورة تجذبني بيها دي رقم واحد رقم اتنى انت لو لقيت مزيح قاعد ومكشر كده عام حول التلفزيون حول بص حول عام معاك الريموت وحول ما تسمعش إلا للمعنيين بان هما يتكلموا في هذا الموضوع خلي بالك انا هقول لك على مفاجأة انا خدت قرار انا مش هكلم على موضوع براس كورونا تاني انا عن نفسي مش هتكلم فيه تاني خالص خالص والدساط حاجة مبارح جدا حصلت من سوشال ميديا الناس في ليلة العيد ما بتقيتش تركز في الرقم قوي يعني كله راح ناسر الرقم وكله مش وعادين كله عمل يفتن بجد والله لا لا وانا محسوس جدا انا استكيفت خالص الناس هتنسى بس انت عشان الناس تنسى كم واحد عندك في خلال المرحلة دي انت خليته يفزع وخليته يتوتر وخليته يتأثر نفسيا وده فيه ده الموضوع ساعات كان بتولع في البيوت يعني ساعات الحاجة التانية سوشال ميديا معلش انا يعني اصمه له ده انا من فترة توجهاته والحالة المزاجية اللي هو فيها يعني ممكن اديك رقم انت رقم ده ممكن تعرضه عليا بطريقة ايجابية ونفس الرقم ممكن تعرضه عليا بطريقة سلبية حسب حالتك المزاجية يبقى انا رايز سوشال ميديا احلى بلوك واجمل بلوك انا اعنفوله اي حاجة اللي هيجي ناحية الحالة المزاجية والنفسية بتاعتي اراعمله بلوك وليه انا دايق نفسي وخباك هو بيتكلم في معلومة غلط هو من اساسه بيتكلم في معلومة غلط ده الموضوع ماشي بالعكس القيادات الساسية عندنا بتحاول ترفع الحالة المزاجية للناس وتديهم النصيحة عشان يلتزموا وتلاقي الناس العاديين عمالي يحبطوا الحالة النفسية للناس عشان الناس ما تلتزمش الناس توصل لمحالة الزهق ده الخلاصة الخلاصة ابعد عن اي حاجة بتدرك اي ان كان مش عارف احنا بنتكلم عن السعادة صح معانا مادام صارة مادام صارة مادام صارة مادام صارة اسلام عليكم لا مش سامع فانه حاجة بالراحة كده تاني هي بنتك هانت ستسعة شهور وعايزة ترفع المناعة بتاعتها عموما مش هايزين الكلام عن الفيسة كورونا بس احنا عايزين نتكلم عليها ولا بنتك طيب اه جميل يعني هم حكتين يعني الاجراءات الاحتوازية والنظافة العامة في البيت دي كنتها لاهمية احنا عايزين بقى نتكلم في المناعة هي طبعا تسعة شهور يبقى في مرحلة الوضاعة فطبعا يفضل الرضاع الطبيعي الرضاع الطبيعي سبق ما رضاع الطبيعي سبق ما رضاع الطبيعي دي واقع ما الامهات في السن ده قد تلجأ لبعض الحاجات الجهزة يحتوي على بعض المعروض الحافزة المضررة فيفضل ان هي تحتمل تتدخلها اكل بل اكل اللي هو معمول في البيت يفضل عن واجبات الجهزة الحمد للك الاول امهات عرفة المعلبات تع gekommen اضافةрон التحديدا دي دي ممكن كلها تتعامل في البيت إذا كانت تحتوي على جذر على أمح على لبن على كل دي مكتعمة البيت ما فيش شيء يبقى الأكل داخل البيت ده مهم جداً لأنه مصدر طبيعي بيحتويش على مربح حافظة مضرة بالإضافة للرضاعة الطبيعية ولو ما فيش رضاعة طبيعية الاهتمام بيه بعد طبعاً هي 9 شهور بعد 6 شهور بيتخيل بعض الأطعمة اللي هي بتحتوي على حاجات طبيعية دي هتبقى مفيدة للطفل حاجة ما تتكلمت عن ناحية التغذية عن ناحية النفسية في مثل دام بيقول إيه منجور السعيد يسعى ومنجور حداد انكوض نوره دايماً خليك مع الناس اللي دايماً فرحانة اللي دايماً متعجة اللي دايماً بتبقى سعيدة اللي دايماً تديك دايماً أمل وطاقة إيجابية بنقولها مثلاً دايماً حتى مثلاً ما تخشش على سوشال ميديا تخشش بقى على مواقع كلها حزن وتعب وقرب هتنفسك إيه أثرت بها خاصة بينه عنك بمزاجك أو مش مزاجك حتتأثر بيها ما حدش يقولي إيه أصلاً مش قبلها حتتأثر هو حد يقولي حلولنا كده برضو مثلاً ما فيش واحد هيقف في وسط البحر وما تهزوش الموجة مستحيل نفس الكلام حتخش في وسط موجة حزن حتتأثر حتخش في وسط موجة فرح وسعادة حتتأثر على طول وتأثير السعادة هيكون أفضل من تأثير الحزن إنه هديك مناعة وحيزود عندك المناعة وكلام من ده كتير جداً مننا يحب يسمع الأغاني الحزينة مغالباً بتسمحها أنت بيحصل إيه بتتأثر وحالتك بديك حزينة صح والعكس سمعت أغاني مفرحة مبهجة هتنفس حالتك بقت كده أعدت مع الناس الكويسة هتنفسك بقت كويس بقت سعيد أعدت مع الناس اللي دايماً تشتكي حينتصه طاقتك الإيجابية ويدورك طاقة سلبية لأ ابعد عندي الاعتزل ما يؤذيك دايماً شخص بيكلمك دايماً توقع بيشتكي بشتكي بشتكي دايماً أشد أعدائك ابعد عنه لأنه حينتصه كل طاقتك الإيجابية إنت عملت وممكن تتفاعل معاه وتتأثر به وبالتالي حتتشحن سلبية هو مش هتتشحن منك إيجابية من الآخر فإنت ابعد عنه خليك مع الإيجابي حالتك المزاجية حتزيد حتى يجب بيها هتبقى أفضل التفاعل حيبقى أفضل إنت هو سعيد وإنت سعيد ومستعد للسعادة تتفاعل السعادة أكتر هو حزين وإنت سعيد إنت اللي حتتأثر مش هو تعرف أنه لأي ملحوظة عندي أكتر من حد إعلامي من موجودين على صفحاتي على الفيسبوك بيتعمدوا أنهما يجبوا صدت أي حاجة بداية الناس دي كبستات كلها يا جابيه أكتر من إعلامي موجودين عندي على صفحاتي أنا مفيش إعلامي عندي على صفحاتي بيتكلم في حاجاتي دايق خالف نوص معظم ناس كانت بغيش حاجة القعدة يا دكتورة على أبشر قعدة بص يعني هي دي القعدة اللي دينا حتى الحنيف بيعمرنا بيها يعني فكان دايما رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر الكلمات على اللسان وهي كلمة أبشر تمام فأبشر دي يعني تفائل انتظر الخير فهو دي اللي نحن مكون نتكلم به في حياتنا مش بس في الأزمة اللي احنا موجودين فيها حاليا لأ أبشر وبالتالي كل متوقع نقات زي ما قال سيدنا علينا بالضبط أنا أتوقع الخير عشان يجي الخير مناسبة أنت عارف في حوالك على حاجة أنا ضيفي اللي موجود معي النهاردة اللي هو ضيف التالي للدكتور مجدي بيلعب كرة بيزف على الكمانجة وبيقول شعر بتيجي ندبسه على الهواء ويقول لنا بيت شعر كده قصيدة شعرية نتمن بس يفضي يقتين تلادي نتمن هتطلع على المبالي عشان تكون بيت شعر عشان بس لا عشان في حاجات مش عارف لو تعرفوا تدخلونا كده الدكتور مجدي هيقول دلوقتي قصيدة شعرية فلو تعرفوا تدونا الخلفية بقى والموسيقى والتعيفون الجو لو فيه إمكانية طبعا لأن عارف كنت وفودة رتب معاكو بس أنا السؤال جالي على الهواء وأنا ممكن أسمع لكم زي ما هي مسجلة لا 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 حاول تلقاهنا كده بيتين شارع ولا حاجة تدبيس على الهواء صح؟ عشان يعني أتبسط وإنت أتبسط برضو؟ ده أنا جاي النهاردة عشان أتبسط معاكو ده لا تبسط طبعا يعني طب يا ركا دكتور هيا أقول للدكتور مجدي ما يحضر بيتين الشارع بتوه سمعت فيتامين دي والزينك والعايزين نعرف أكتر أكتر مواد غزائية فيها زينك وحاجات نكتدي في زينك الأول طبعا أبس حاكي العناصر في بعض العناصر هي المعدنية المهمة جدا لجسم الإنسان تمام منذ منها الزينك وده مهم جدا للجلد ومهم جدا للشعر ده أنا سمع كمان الزينك فيه طرار بتعمل يعني أنه هو بيمنع تكسر الخلية تكسر الفيروس جوه الخلية مش عايزين نخش في تفصيلها ممكن أستاذا مشاهدي طب علاقة الزينك علاقة الزينك بالمناعة طيب الزينك هو تريس إليمينتا أو عنصر مهم جدا مش مطلوب يبقى يتخذ بكيمية كبيرة هو بيبقى solve أكتر حاجات مع المأكلات المأكلات طابعية زي الكبدة بيبقى موجود فيها لبأسة بيها بعض الخضغات بياء موجود فيها زي السبانك بيبقى مطوفة فيها ولكن الجسم احتياجه ليه مش الاحتياج الكبير يعني هو بيأسس وزي ما تعاليحك طبعا لو بصينا على الابتبين ده ده هو يعني من ضمن الفيتامينز اللي تصنع على البورديس تمام الحاجة رئيسية بالنسبة لي هو التعرض لضوء الشمس تمام هي التعرض لفترة بتاعة الفترة الصباحية اللي هي تتراح ما بين الساعة تمانية صباحاً لعشرة صباحاً ده الفنتاء الأهمية تناول البيض واللبن والي المأكلات اللي بتحتوي على بورتينات بشكل كبير ده بيساعد على تكون فيتامين دي في بيس طب معنا التليفون عبر المحاك تتكلم محبيبة من القاهرة علو الساعة تبركاته السؤال الأول بنت عندها عصر هضمي عصر هضم تمام عندها كم سنة عندها كم سنة فان يا امو حبيبة عندها كم سنة عندها تسعة شهور تسعة شهور تمام معلش يا امو حبيبة مين اللي قالك ان بنتك عندها عصر هضمي يعني ايه اللي بيحصل علشان تقول ان هي عندها عصرها أنا عندها تحليل دكتورة دكتورة يتني هاي عندها عصر هضمي تمام ايه تاني فان تمام وعزحك يا اني تقول لعليه باني اللي هي كبتها الشيئة يعني اللي هي بان عليها ليا بتاكل هي فاني معليش تاني ما بيبانش عليها بلت سعيدا دعيفة يعني ما ربانش عليها يعني يعني ليه يعطيك فكل حوى قويز بس ما ربانش عليها حاضر نجاب reiter وزناها كاما وزناها كاما أمو حبيبة ألو؟ أيوة وزناها كاما؟ والله ما انا شعبت وزناها طب بترضع رضاقة طبيعية؟ أه بترضع رضاقة طبيعية وبتيجيها يعني أيوة بترضع رضاقة طبيعية حاضر يا محبيبة حنجاوب عليك حاضر حالا هنجاوب على محبيبة بعد ما الدكتور مجدي ايه قول بيت الشعر بتاعه هو طبعا دي انا كتبتها ده تأليفك يعني اه تمان اه وانا بكتب حاجاتك يعني شوية والله ما هي ما هي والله على فكرة انا كنت تحديب الكمان جافة لما هي النهاردة بس الاصابة الاسف في دراعه هنا فمش عارف امسك القص دي المشكلة يعني لأ بنا كنت ناوى بس يالله معلش ان شاء الله المرة الجاية يكون ان شاء الله تعالى دي انا كتبتها انا بحبر فيها عن هلاقات انسانية راقية جدا فيها دايما مادة وجزر فيها دايما خصام وصال تمام بين اي اتنين محبين يعني تمام احنا لازم نتقبل بعض كل حديد نتقبل حديده زي ما هو مفيش حاجة اسمها total package انت بتقبل كل شروع مفيش حاجة اسمها انا بحبك او انا بحبك عشان ميزة انا بحبك على بعضك زي ما انت ومش شرط يكون انت كويس مش شرط يكون وحش لكن انا بحبك وحس ان الحب ده مش بيت حد ده من ضمن اصرار السعادة اخلي بالك بالضبط كده ان انت تتقبل حديدك زي ما هو بعيوبه انت تتحب بعيوبه قبل ما يزيته بالضبط بالتأكيد فبقول في ايه اعشقك كما انت ده العنوان حبيبتي تمر بيننا الايام وتتوالى الاعوام ما بين حقيقة وخيال ما بين خصام ووصال ما بين بعاد واقتراب والحقيقة الوحيدة انه احبك وعشقك هو الخيال اعشق فيك كل الحقيقة وكل الخيال اعشق فيك العقل والجنان اعشق فيك الغصال والبعاد اعشق فيك حتى العناد اعشق فيك المد والجزر اعشق فيك الجد والهزل اعشق فيك السبات والاهتزاز اعشق فيك ما بيننا من سلام وما بيننا من معارك أعشق فيك حتى المهالك ولا أظنك ولا أظنك غير ذلك يا حبيبة عمري وتوأم روحي يا تموحي وجنوحي يا قدري ومصيري لا تسأليني فما جدوى للسؤال أنا أعشقك العشق المحال لا تسأليني كيف ضربي بدونك لا تسأليني عن عيونك لا تسأليني عن همسك عن عقلك عن جنونك لا تسأليني عن كل شيء فيك وعكسه أنا أحبك كيفما زوركنا يرسل أحب فيك كل شيء الله يفتح عليك كل شيء وعشقك كما أنت الله يفتح عليك عشقك كما أنت قدامنا يا دكتور هاني 3 دقايق عايزين نردنا على المحبيبة الله يفتح عليك يا دكتور مجدين حاجة يعني حاجة أنا عايز أقول حاجة بس كما زورت أنا بعمل إلقاء لبعض الشهرات آخرين على صفحيتي وبكتب أنا بعض الحاجات أنا مبكلمش في السياسة ولا في الدين خالص على صفحيتي أنا مش عايز أصنف أي اتجاه أنا عايز بس أنمي المشاعر الحقيقية عند الناس المشاعر الحب الحقيقية مشاعر الود الحقيقية مشاعر الصداقة الحقيقية دي مش هتكلم بشكل إنساني وراقي أتمنى أكون موفق في هذا يعني شكرا يا دكتور مجدين دكتور هاني نردنا على المحبيبة عصر هادم طبعا هو الإجابة مش هتنفع لبأ إجابة عامية تمام إجابة خاصة إجابة عامية بالنسبة لي الطفلة الصغيرة دي لازم في الأول مراجعة الطبيب المعالج نتشاف نتشاف وزنها كان بالظبط لأنه واضح إن ولدتها مش عارف الوزن بالظبط في الأول يكون وزنها طبيعي هنيجي الجزائي الخاصة بعصر الهضم عندها هي تراجع المأكلات اللي بتادي تدخلها لها مع الرضاعة الطبيعية نهاية دي اللي بتسابع عصر الهضم احتمال كبير جدا تكون بتأكلها من الأكل الطبيعي اللي هم بيأكلوا منه في البيت وده هيبتلك حاجة بالبصل أنا أنا لاحظت الكلام ده هو هو النصيحة اللي حين الرجوع للطبيب إن هي ممكن تأخد حاجة فيها كراوية فيها ينسون بشكل مستمر ده بيسهل موضوع الهضم عند الأطفال وفي بعض الحاجات الجهزة زي مأنونه بتاع الأطفال ده من حاجات المتوفرة في السجريات حاجة طبيعية جدا وفيش فيها مشاكل اعتقد كمان إن هي محتاجة الأكل بتاع الطفلة يتضري في الخلاط فترة أطول شوية هي لازم تراجع الأكل لازم تراجع من الطبيعية لأن أنا عندي حساس إن هو طبيعية الأكل بتاكله ممكن هو يكون بيعمل لها عصر أما نابل حالك هو لازم تتوزن صح نراجع للأكل وتستعين بمأنونه ده كويس جدا دكتور ماجد تحب تقولينا إيه في آخر الحلقة النهاردة في آخر أول أيام العيد الفتر المبارك أحب ألوكو كل سنة وطلبين وكل مصر بخير وكل الشعب العربي بخير والشعب الإسلامي كله بخير وكل الدنيا إن شاء الله تبقى بخير بس عايز أقول حتى بل زغير عشان إحنا في العيد ومبسوطين دائما دائما وأبدا لما نيجي نقول كلام لازم نختار الوقت المناسب بالطريقة المناسبة بالأسلوب المناسب عشان موضوع الإعلام تحديدا يعني بالأسلوب المناسب في التوقيت المناسب بالطريقة المناسبة لكل الناس والمناسبة فيه كمان الحاجة رسح الناس تفرح بقى شوية كده كان فيه نقطة لزيزة قوي أحب أقولها يعني فيه ثلاث علماء متخصين في علم الصوت وصاد الصوت كان واحد من فرنسا واحد من إنجلترا واحد من الصين فتبعوا يملوا تجربة على صاد الصوت فتبعوا العالم الفرنسي وراح يلقوا بونجور تجربوا صاد الصوت بونجور 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 تلقى الإنجليزي أولين يبترى فقالوا صاد الصوت هلو 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 طلع السين فالسان جيانجي مانج جلوا صاد الصوت قال له إيه 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 دكتور هاري تحب تقول لنا إيه كده في استرعيب في نهاية الفقرتنا النهاردة في يومنا المفتوح وبرنامجنا العيد فرحة كل سنة طيبين وإن شاء الله يعني دايما نصف عياد والأمة الإسلامية والأمة العربية دايما بخير كل سنة طيبين كل سنة طيبين العيد فرحة عادت بسرعة ولكن نحن لازم نخلي كل أيامنا عيد وبالتالي نخلي كل أيامنا فرحة ونحاول دايما نبحث عن أي حاجة تخلينا مبسوطين وفرحانين ونبعد عن أي حاجة تخلينا مش مبسوطين ومش فرحانين كل سنة ومنتوا طيبين ويا رب أيامنا كلها تبقى عيد ويا رب أيامنا كلها تبقى فرحة وكل سنة طيبين واشوفكوا على كده دايما ولعيد فرحة